اهلا ومرحبا بكم انا مايكل دانيال دي عناوين الاخبار من اي ريديو في دقيقة وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان لجوبا صباح اليوم طلب مسؤول بمنطقة البيبورة الكبرى لنشر قوات من افراد الامن على طول الحدود بين المجتمعات المتصارعة والكتلة الاقتصادية بقيادة نايب الرئيس واني ايقا وافقت على اكتر من 2 مليار جنيه جنوب سوداني الاستجابة والتخفيف من اثار الفيضانات والجفاف على السروة الحيوانية في البلاد وبيقول دكاترة من احد البحوث الطبية الكيني ان سلالة جديدة من مرض السيلان ومرض بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومغاوم المضادات الحيوية القياسية بينتشر في العاصمة نايروبي بين العاملات في مجال الجنس شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة